السلام عليكم ورحمة الله اليوم سوف نتحدث بسرعة بسرعة كده بسرعة عن الديز الالجوريثم هذا الموضوع بسيط وليس صعب على المكان ولكن نريد أن نخش step by step جوه الالجوريثم وبدء أن نفوض فيه حاجات معينة لازم نعرفها نريد أن نعرف عن كلمة permutation permutation ما هو إلا فاكرين transposition transposition هو نحن نجيب plane text بس نلعب شوية في الترتيب بتاع بحيث يطلع لي cipher هو permutation قريب شوية كل اللي بحصلي عندي table نفترض على سبيل المسال مثلا يعني عندي دلوقتي في 4 bits مثلا عندي 1 0 1 0 تمام؟ 3 4 1 تمام؟ نحن نساعد داخل موسيقى 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 يقلل لي العدب بتاع البيتس يعني ممكن هنعمل كده مثلا البيمتشن تيبل دي هتخلي العدب بدل ما هو 4 بيتس هتخلي 3 بيتس بس هتخلي عندنا هحط 2 ايه وكان هابتدي بـ 2 بردو 1 عشان بتاع 2 عشان بتاع 3 عشان بتاع 4 بدل ما هو 4 بيتس بقوا كام بقوا 3 بيتس بس تمام؟ انا بس اقول الكون سبدا عشان هنعدي عليه جول الالجوريزم طيب فيه بردو permutation table تاني او expansion table بقى ان انا اقدر ازود يعني مثلا ايه مثلا ايه مثلا ايه 2 3 4 1 كويس ممكن ازود كمان ماشي اقدر اخلي هنا مثلا تحت فيه كمان او خلي هنا 2 3 مثلا 1 1 4 1 2 دول 3 بيتس 4 بيتس هينزي خروجه من permutation table دي هيبقوا 6 بيتس كويس احنا ببدأ بـ 2 1 1 1 1 0 4 بيتس بقوا 6 بيتس تمام؟ ده كده مبدئين بس هازم نعرفه عشان احنا شاعرين من ايه ماشتاين تمام؟ طيب وبردو عايزكوا تراجعوا على حاجة اسمه xor مفهود دي حاجة معروفة قبل كده تمام؟ وبردو يعني نوعه ما تبصوا على substitution وفي حاجة اسمه lift shift مفهود دي خدناها مفهود قبل كده عايزكوا تبصوا عليها الاول قبل ما نبدأ شخر نبتني اي 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 انكريبشن الالغوريثم عامل في الدنيا عندي plane ticket key وفي الالغوريثم تمام؟ المفهود ان ال plane ticket تخشوا هو الكي الالغوريثم ويطلع علي سيفر تكست تمام؟ مفهود جدا طيب عايزكوا عندي الكي عندي بداياتا بارباوستنبت ال plane ticket عندي بردو بارباوستنبت تمام؟ طيب ايه اللي بيحصل الاول اللي عندي البعوستنبتكس دوت بيخش جوه ايه حاجة اسمها initial permutation بيت البلينتقس بيخش باعمل بياخرد باعمل 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 وعكده بيحصل جوه هنا في 16 راوند هنتكلم عليهم دلوقتي وفي الاخر بينزلي تحت بعمل Inverse Permutation عشان يطلع لي السايفر تاكس تمام؟ طيب نبدأ نخش بقى واحدة واحدة كده بدأ بإنشي البرميتيشن تلع لي 64 بيت وكي 64 بيت دولار تقسمهم 32 بيت نسميهم L0 و32 بيت تانين و32 بيت تانين نسميهم R0 تمام؟ حسنا حتى الوقتي سنبتدي في الراوند الأولاني كل الهدفنا أن ننزل في الراوند الأولاني نريد أن نجيب L1 وR1 تمام؟ نجيب L1 يبقى بسيط جدا كل يمكن أن نقوم بتعديد كل اللي أفعله أن ننقل R0 نحطها كما هي كده ونقوم بتعديد L1 وعندما يكون L1 كم يقوم بحضن من L1 دا او Ln ودفر بقى اللي عفان انا عفان وراوند equal Rn1 اه L1 بتساوي 1.1 مزير R0 تمام؟ ده اول وفرنا نطلع طيب من R1 دي حكايت هي بقى تعال نشوف نبدأ بالكيل اول قال لك لبعض تنبيد كيل دايت mín ها سلطلع شخص تعليه بيرـ تي بيرد ضاولنا دو حدث تنبيد يجب وتنبيد بالخدمة زر على زر أنت خارج 3 واخر بيت فيهم كل واحدة فيهم واخر بيت فيهم دي باريتي لو عندي عدد تعالوا بسرعة كده بس ايه يعنا اللي عندي مثلا واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة كويس البيت التامة ديت لو عدد الوحيد هنا هتبقى واحد العدد الوحيد هنا اود هتبقى zero كويس عندي واحد اثنين تلاتة دول اود يعني دول فردي هتبقى zero لكنه كان عندي مثلا بقى zero دي واحد يبقى المفروض بعدد اشيك مجرد ان ايه بتأكد ان البيتس الماسج الوصلة متأكد ان توجد ايه موديفيكيشن على البيتس مهم انا بشيل منه التمانية بيتس دولت تمام ناقص تمانية بيت هيبقى لي كم؟ هيبقى لي ستة وخمسين بيت خلاص الكلي داخل ده اسمه كي زيو ستة وخمسين بيتس دولت هدخلهم برضو على permutation كايس table اسمه PC permutation choice تمام ده table ستخش ستة وخمسين بيت ستطلع بردو ستة وخمسين بيت بس مع التوزيعهم تمام بعد كده ستة وخمسين بيتس ستقل هقسمهم هقسمهم هسميهم تم في تمانية وعشرين بيت تمانية وعشرين بيت كبس هسمي دي C0 ودي D0 تمام تمام تقل بيت لفت شفت طاق ليفت شفت لفت شفت طاق لفت شفت حسب العدد اعادي هنقلهم من ناحية تانية كده وهعمل shift للبيتس لفضلة دي ده اسمه lift shift يعني تبقى 0-1-1-1 والذي 0-1 دولت هيروح من ناحية تانية ده اسم lift shift طيب قالك طب انا العدد اللي انا عايزه هنا قالك انت في الراوند كام قالك في اي راوند بتاعك انك هتعمل shift للاتنين بيت يعني تاخد نين بتوتهم ناحية ناحية اليمين للسي والدي طيب لكن لو انت في الراوند رقم واحد او رقم اثنين او رقم تسعة او رقم ستاشر الاخير هتعمل shift لون بيتس طيب انا في الراوند الاولاني طبعا فبالتالي هعمل shift الايه لون بيتس تمام او رقم رقم او رقم ايه او رقم ايه طبعا طبعا او رقم ايه طبعا ايه ها يجيلي حاجه اسمه لكن يلت beyond C100 بجهر يا ايه انا اريد ان اضع هم 48 يعني اهالجريز من كما اريد ان اضع الـ 56 الهما دخلهم على هم مزد الى بل المتجرة هم مزد الى بل المتجرة هم من داخل هم 28 و28 حاوالك سنتح Barbara بعض الابتنين اضعها ايه 48 بيت وده هنسميه كي وان تمام حلوة كده هتلالي كي وان دوت 48 بيت طيب انا عايز اعمله اكس اور مع الارز هيرو دي طب دي 32 بيت طب حالها ايه هنعمل برضو بندخله بالميتيشن تيبل من اللي بيكبر في المي اكسبنش تعال هنا خش جوة ايه 48 بيت تعال بقى هات ده كده هات الكي ماشي وهات دي كده الار زيلو بعد ما اتعملها اكسبنشن اعمل بيكس اور مع بعض تمام اعمل بيكس اور مع بعض ماشي 8 بيت عندي بي 1 يقبرا عل 6 بيت كل واحدة فيهم 6 بيت P1 P2 P3 Right P8 كل واحدة بطول 6 طيب هدخل كل واحدة فيهم على حاجة اسمها Sbox ده بقى مش Permutation ده Substitution يعني انا هعود عن القيم اللي قديني بقيم تانية خلص طيب ازاي؟ تعال نبص مع بعض هدخل كل واحدة في الاسبوكس كل واحدة فيهم في الاسبوكس ده بقى S2 S3 نغاية اخر واحدة اندخلها في الاسبوكس طيب الاسبوكس ده هنشوفها بين اليد الوقتي بس النتيجة انه هو هيطلع لي الستة كل واحدة ستة بدي هيطلع لي هادة اربعة بيت بس تمام هنت هتطلع لي ناحية تانية تمانية في اربعة بيت بس تتحدي ثم ثم نزل ناحية اربعة بيت كل واحدة فيهم ناحية اربعة بيت ثم ناحية اربعة بيت ستبقى ثانين وثلاثين بيت نمتاز الـ 32. بيت دولت سوف نقوم برموتر لديه مانتين ثاني عادة التوزيع بس عادي مش من النوع اللي بيقلي ولا كبرها بيمتين لديه مانتين بيمتين تقومي مطلع علي انها بردو اثنين وتتعاتين بيت تمام؟ عادي جدا طيب تعالوا بقى نرجع كده الاول خالص الشكل اللي عندي ده الجزء الاخير الاثنين وتتعاتين بيت ده بيسموه يسموه الفنكشن بتاعة ال R0 مع ال key 1 تمام؟ مفوت دي عمل لها XOR مع ال L0 دي علشان يتطلع ال A ال R1 بس كده عيب تجيب ال A تعال بقى نشوف كده طبعا احنا ال R0 قدنا ان هي وفوتها تبقى هناها تبقى L1 وعايزين بقى ال A دي ال L0 دي هناخدها كده نعمل لها XOR مع ال F دي كده عشان هتطلع علي في الاخر A R 1 اوكي ده بيبقى اول راوند تاني راوند بقى هعمل لفس الكلام R1 هاخدها هخليها L2 كويس واجيب ال key في نقطة هنا في ال key بقى انا مش كل مرة بدخل في ال permutation طبعا في حاجة مش كل مرة دخل في ال permutation choice 1 ده في اول مرة بس لأول راوند كل راوند بعد كده كويس نعمل C1 و D1 كل اللي هعمل هي هعملهم left shift تاني هشوف حسب بقى انه راوند هزا هعمل كامل left shift اللي كان بيت هعمل left shift تاني ودخلهم على permutation choice 2 هتعني 48 bit هعمل XOR مع A ال R بعد ما عملها expansion هتبقى R1 بعد ساعدة تعمل expansion وامشيف نفس السايكل ديت تمام هكعمل XOR مع L0 هتبقى L1 بقى ساعدة عشان يطلع لي A R2 تمام طيب ايه بقى ال S box ديت تعال هوليكوا بسرعة كده من ال S box ده ان انا عندي انا احنا ونلع كان عندي التقسيمة كانت عندي B1 و B2 8 دول كانوا 6 بيت صح كبه كل واحدة فيهم 6 بيت تمام طيب ال 6 بيت دولت نفترض مثلا ان هم 0 1 1 2 4 4 تمام تمام طيب انا عايز بقى ادخل ده في ال S box يطلع لي 4 بيت بس بعمل ايه اول حاجة باخد دول كده كويس 0 واحد لهم على الطرف دولت وحطهم على جنب كده 1 و 0 دولار دي معناها ايه ده حاولتها ديسيمال انت عندك كده كده ال ديسيمال ده يبقى من 0 إلى 3 0 1 1 2 3 الشكل ايه قدامي معناها واحد واحد دي معناها ان انا هابوس في الصف ده يعني ما اجابوس احاول ان اركز الصف ده كله كده لغاية الاخر ماشي طيب طيب ده الصف ده عايزين نشوف بقى ايه انه كلهم اللي هتقاطع معا هاخد دول كده دولت وحاولهم برده احتهم برده احتهم ديسيمال كويس دول مثلا اتناشر تمام اتناشر هنا فين ايه اتناشر هنا فكده انا عندي واحد ديت تقاطع اتناشر ديت بزيرو صح؟ يبقى كده انا عندي زيرو الزيرو ده همثله فاربع بيت بس يبقى واحد اتنين تلاتة اربع كده ده داخل الاس بوكس تلعلي اربع بيت عبر عن زيرو بس ده فكرة الاس بوكس عموما بس دي فكرة الاس ببساطة اتمنى اكون وفقت يعني ان انا احاول اوصلها لكم بكل ببساطة وطبعا بعد بعد غاونت دي كلها اقفوا بعد الستاشر غاونت تحت بيحصل انفرس برميوتيشن عشان يطلع علي الصيفر تكست اتمنى اكون استفدتوا شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله